بيب جورديولا، النهاردة لعب زي معي الأسر بطريقة غريبة شوية مش فكرة التلاتة، ما هو لعب قبل كده بتلاتة بس فكرة إنه أولاً تحطيت برنانو سيلفا ناحية الشمال ووينجباك ناحية الشمال وحاقت محلز ووينجباك ناحية اليمين ولعب دي بروينا وهالند قدام في الهجوم حسيت إنه الطريقة فيها أوبر كوتشينج قوي زيادة شويتين مرات يعني حلو التعبير دي حقيقة إنه حتى لعب بيها وردو نفس الخطة لعب بيها الماتش اللي فاته قدام أستون فيلا الماتش خريستلاتة واحد للسيتي ممكن أستون فيلا كده هيبقى أسهل من أرسل فكرة إنه إنت برضو يبقى عندك لعيبة هي على المستوى الفني ومستوى الذكاء الخططي تقدر تلعب في أي مكان في الملعب يعني إنت برناردو بدأ من ناحية الشمال في الشوت التاني إنت بتحطه في المليمين بتحطه في النص تحطه صانيا لاي لا هو برنانو ده أسلام برنانو سيلفا ده كحالة اتمرمت مع بيب جول دي بيلعب في كل ملعب يعني حطه كل حاجة في الحياة ماتش أستون فيلا هو استخدمه في ست مراكلس مختلفة في التسعين دقيقة أو في الفترة اللي هو لاقي فيها ففكرة إنه إنت عندك لعيبة زكية وتقدر تحركها في أي وقت وطول الماتش زي ما أنت عايز كل ده بيسهل عليك المهمة فلما مثلا نتنزل أكانجي في الشوت التاني خلاص هني أرجع بأربعة أدفع هبدأ أغير شكل الفريق بتاعي وأرجع للشكل المهتد فما تحسش إنه هو فيه تغيير في أرض الملعب بس تغيير إيجابي في نفس الوقت يعني ما حاولتش إنه أستغل بقى تغييرات زيادة من على الدكة وينزل باك شمال واجيب باك يمين وكذا كل الكلام ده بيفرق ففكرة إنه عندك واحد زي برناردو سيلفا وعندك واحد زي دي بروين تقدر تطوعه مثلا يبقى مهاجم تاني تحت هلند ويقدر يستغل الغواطات اللي موجودة ديت بالزكاء اللي عنده يعني فكرة إنه إنت بسلا لما تضغط وعرف إنه تميسه هيغلط لا زكاء من دي بروين يعني التحرق ده لا زكاء في حد ذاته فكرة برضو اللي عيبها لخط الوسط وفكرة اعتمادك على كايل ويكر برضو قلب اتفاع ثالث دي موجودة وناس تلان أكي اللي كان بيبقى موجود شوية بيعبها كمين عمل مبارا عظيمة عمل مبارا كويسة جدا خصوصا إنه كمان تحس إنه هو لعيب مش هوه صحيب مجتهد اللي هو تحب تحطه في المركز اللي هو تقول تقوله تلعب هنا هيلعب وليفت باك أي حاجة هيلعب معاك هتقوله يلعب عندك هيقولك ما عندش مشكلة فهي دي ميزة اللعيبة اللي موجودة في مانشوستر سيتي جوارديولا بيعرف تلع منهم أفضل شيء ممكن وده اللي بيساعده في الأول في الآخر إنه برضو معك لعيبة زكية بشكل واضح جدا وشربت كل أفكار جوارديولا بحس إنها تقدر تقدم لنا اللي احنا شفناه النهاردة في قدام سئة أرسنال خصوصاً هما كمان على مستوى الاستحواز تاقيباً دي أقل لمباراة وارديولا يستحوز فيها في تاريخ وتاقيباً في الدورة الإنجليزية أو بشكل عام 36% وفي النهاية المحصلة كسبنا أرسنال 3 واحد بقى متصدر ترتيب الدورة الإنجليزية حتى لو بشراكها مع أرسنال فكل ده شيء ممتياز جداً أرسنال عزي